مشاهد مؤلمة ولسه في وقائع كتير مش مفهومة في تصرفات جيش الاحتلال الاسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني الاعدل وقائع وراها تفسيرات وتحليلات وشائعات كتير بترويجها الصحافة الاسرائيلية شفناها على مدار الايام اللي فاتت بكل تأكيد لكن خلينا برضو نقول ان الموقف المصري واضح والموقف المصري ثابت وبين لكل دول العالم النهج اللي مصر بتتابعه في هذه القضية الانية قضيتنا احنا كمان عايزين نتكلم مع حضراتكو عن صناعة الكاذب في الاعلام الاسرائيلي مع ضفنا دكتور محمد عبود استاذ الدراسات الاسرائيلية بجمع تأين شمس اللي من ورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح النور عليكم يا أهلا بي حسنا صباح النور علي كل المشاهدين يا أهلا بيك يا فنم في البداية حذك ازاي بتتابع الوضع وما يحدث في القطاع غز والله يعني طبعا الواحد بسبب حكم التخصص في الدراسات العبرية والدراسات الاسرائيلية بيبدأ يتابع الموقف على اتجاهين على اتجاه الموقف اللي كلنا بنشوفه على الشاشات من قصف وقتل للمدنيين والعزل وطبعا في اللحظة دي لازم لازم نعزي شهداءنا الأعزاء والأبرار ونتمنى لهم جنات النعيم يعني لكن كمان انت بتحاول بقدر الإمكان تكون عين تشوف الجانب الإسرائيلي بيتعامل مع المشهد بأي شكل من الأشكال فطبعا صحافة الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي المسموع والمرئي طول الوقت طبعا بيكون تحت عينينا أكيد لما نيجي نقول احنا شايفين الحرب الشعواء والبشعة والقصف المتعمد للمدنيين هل كان فيه خطة مسبقة عند إسرائيل أنها تعمل ده واستخدمت ما حدث من حماس كزريعة والله يعني خلينا أقولك في الأول أن ده سؤال في محله جدا يعني أهبعد شوية عن حالة النشوة بضربة المقاومة يوم السابت 7 أكتوبر والنشوة دي كانت حالة مفهومة في الشارع العربي لكن كمتخصص الشؤون الإسرائيلية أحب أقولك لا أنا شفت على الجانب الإسرائيلي مجموعة من التساؤلات اللي بتدعم التفكير في هل كانت هذه العملية تشبه بعض القصور الاستخباراتي لدى المخابرات الإسرائيلية أم تشبه بعض التعمد وغض الطرف من الحكومة الإسرائيلية عن الاختراق النوعي اللي حصل يوم 7 أكتوبر أقصد إيه؟ أقصد بعيدا حتى عن الإعلام الرسمي التلفزيون الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي من صحافة وإذاعة وغيره هنلاقي السوشال ميديا الإسرائيلية امتلأت بعد الهجوم بدءا من يوم الحد 8 أكتوبر لأن طبعا يوم السبت يوم أجازة في إسرائيل وأجازة دينية والاقتراب من وسائل الاتصالات الحديثة بيكون في أقل الحدود بدأنا نشوف فيديوهات لزباط في الجيش الإسرائيلي ومجندات في الجيش الإسرائيلي بتشتكي من أن الوضع كده غير مفهوم يستحيل من وجهة نظرهم كناس خدموا على الجدار ما بين غزة وما بين غلاف غزة المستوطنات الإسرائيلية أن يمر أي مقاوم فلسطيني دون أن يدب جرس الإنذار لدى الوحدات أي حاجة تتحرك أي أصفور حتى بيتم رصدار بالضبط هم استخدموا نفس التعبير ده مجندة من المجندات كانت بيشتغل في نقطة مرأبة في الحدود بين غزة وبين إسرائيل قالت لو خنزير باري لما سصور القوات بتتقدم لمجابهة أعداء محتملين وبالتالي ده ما كانش الفيديو الوحيد في الواقع كمان فيه ضباط نخبة ضباط صعقة في الجيش الإسرائيلي قالوا كلام مشابه بل أقصى من ذلك وهنا نبدأ نشوف الإعلام الإسرائيلي بتصرب عنه بعض الأخبار حوالين أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية وصل لها خبر الساعة 2 بالليل ليلة السبت عن احتمالات هجوم الخبر دوت وصل من متابعة للأرض متابعة للأرض أن فيه تحرقات نوعية للحماس السؤال هنا ليه رئيس المخابرات العسكرية اللي في الخبر كان ينام في فندق في مدينة إيلات وجات له مكالمة الساعة 2 بالليل ما تحركش وما أمرش بالتحرك لمواجهة هجوم نوعي محتمل من الفصائل المقاومة هنا يبقى فيه سؤال بيترشح عن هذا الكلام هل إسرائيل حاولت الاستفادة من هذه الهجمة في تصدير أزمة للمنطقة هل إسرائيل كانت محتاجة في التوقيت ده في أكتوبر 23 أنها تصدر أزمتها الداخلية أزمة الحكومة الإسرائيلية الداخلية أزمة بن يمين نتانياهو الذي كاد أن يسقط من على كرس الحكم فتصدر هذه الأزمة الداخلية في إسرائيل إلى أزمة إقليمية كبرى بل أزمة دولية كبرى أعتقد أن الإجابة في الأيام القادمة ستصفر عن معلومات كثيرة تدعم هذا الكلام لكن حوالك بتميل من وضح من كلامك أنك بتميل إلا هذا الطرح نية كانت على علم أو شبه علم بما يحدث لكن لم تكن تتوقع قوة ما قامت بهم مقاومة لكن تركتهم يفعلوا ما يريدون حتى يأتي الوقت عشان تدخل هي بقى وتزيل من واقع متابعتنا للشؤون الإسرائيلية ما يكتب بالعبرية يختلف عما يكتب بالإنجليزية في الوسائل الإعلام الإسرائيلية يختلف عما يكتبونه في صفحاتهم باللغة العربية هم يخاطبون أنفسهم بمعلومات حقيقية وأنا بشوف المعلومات الحقيقية دي بشوف أن كمية الضباط والمجندين اللي تكلموا عن مؤامرة إسرائيلية واستخدموا تعبير عبري علامات أين أو غض الطرف أن يبقى في معلومات أمنية خطيرة بتقول أن المكاومة الفلسطينية هتنفذ عملية نوعية في الغلاف وفي تحركات مرئية طب أنا شفت مبارح فيديو خطير جدا 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 مستوطنين في غلاف غزة يوم السابق 7 أكتوبر شايفين الطائرات الشرعية بتاعة حماس بتتحرك وشايفينها وهي جاية من منطقة غزة شايفينها على رأي العيون شايفها معهم في الفيديو اللي هم مصورينه إذا كان المستوطن على الأرض يرى رأي العين بالعين المجردة تحركات حماس فعايز تقولي أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية بالصور بالجدار بالإمكانيات الضخمة دي كلها ما كانش عندهم أي معلومات ولو قبل العملية بساعة طب خليني أزيدك من الشاربت أول قوات عسكرية إسرائيلية تحركت وفقا للإعلام الإسرائيلي لمواجهة قوات المقاومة في المستوطنات تحركت بعد خمس ساعات عندما وصلت هذه القوات العسكرية الإسرائيلية لمنطقة غلاف غزة لم تدخل إلى مناطق الاشتباك نظرا لأنهم لم يسلم إليهم خطط من القادة العسكريين بالدخول وبمناطق وجود المقاومة الفلسطينية خمس ساعات وقت طويل جدا وقت طويل جدا 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 ولما توصل على حدود غلاف غزة وفقا للإعلام الإسرائيلي ده مش كلام مرسل ده كلام موجود ومثبت ومنشور لما توصل وتبقى على حدود الغلاف والاشتباكات موجودة ورهاء الإسرائيلية يقبض عليهم ويتم نطلهم إلى غزة ما احترمنا لكل عمل مقاوم لكن هيبقى فيه علامة استفهام للكوات الإسرائيلية موجودة على أبواب المستوطنات ولا تدخل فيه الاشتباكات طبعا علامة استفهام كبيرة برد طيب هل إحنا متخيلين أن بتسعى إسرائيل لتغيير قادة الصراع أو شكل الصراع أو تصدير أزمة جديدة لدخول غزة ومحاولة دفع الفلسطينيين للجنوب لإعادة احتلال غزة أنا يعني استكمالا للمشهد يعني الصورة الماضية نتنياهو كان يواجه أزمة حكومية ضخمة جدا مظاهرات في الشارع الإسرائيلي امتدت لشهور تطالب إسقاط نتنياهو إسقاط حكومة اليمين الإسرائيلي التي تتبنى توجهات كالتي أشرت إليها حضرتك في السؤال توجهات اليمين الصهيوني المتحالف مع ابن يمين نتنياهو اليمين الديني توجهات تقوم على فكرة الاستحواذ على أكبر كم ممكن من الأراضي الفلسطينية وإعادة بناء المستوطنات معظم وزراء الحكومة الإسرائيلية بين جفير سيموتريتش والوزراء زيستوروك وآخرين معظمهم من خريج المستوطنات هم مستوطنين أيديولوجيين يؤمنون بفكرة أرض إسرائيل الكاملة أو أرض إسرائيل الكبرى وهذه الفكرة العبثية وبالنسبة لهم وصولهم للحكومة هو المحك لتحقيق هذه الأفكار لدرجة أن أي تدخل أمريكي أو تدخل غربي لإقاف مثل هذه الطموحات التوسعية يسمونه في إسرائيل اليوم في الصحافة الإسرائيلية في المقالات التي نتابعها عناق الدب وكأن الولايات المتحدة بكل هذا الدعم الذي توفره لإسرائيل دعم غير محدود هو دعم يكبلهم عن طحن غزة وصحقها أكثر مما نرى وبالتالي أنا أتصور أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بن يمين نتنياهو وحكومة اليمين تحاول دفع المشكلة مشكلة غزة ومشاكل إسرائيل إلى حضن الدول العربية المحيطة وبالطبع يعني في حالة استهداف استهداف واضح لمصر والأردن طيب إزاي جي رد مصر على هذا الأمر وكيف يتناولوا الإعلام في إسرائيل شوف لغاية إمبارح يعني أنا هعتبر أن إمبارح قطاب رئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقطة تحول مهمة جدا جدا سنقطف سمارها في الأيام المقبلة بمعنى في تحركات للدولة المصرية تحركات للمؤسسات ووزارة الخارجية لكن خطاب الرئيس إمبارح أنا يعني أجد أن له صدى كبير جدا جدا في الإعلام الإسرائيلي بالأمس منذ أن ألقى الرئيس خطابه وحالة اهتمام واسع في الإعلام الإسرائيلي التلفزيون الإسرائيلي يناقش في أهم برامج التوكشو ليلة أمس خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعني الكونكلوجين النهائي للخطاب صحيح هو حتى على الشاشة الرئيس السيسي ضد إسرائيل لكن الرئيس السيسي ليس ضد إسرائيل الرئيس السيسي بشكل واضح يحمي المصالح المصرية فالكونكلوجين النهائي في هذه الفقرة أن إسرائيل بالتأكيد لا ترهب في إهدار اتفاقية السلام مع مصر وبالتالي كان كلام الرئيس السيسي المحدد فيما يخص الحفاظ على الأراضي المصرية له صدى إيجابي في إسرائيل نقطة كمان مهمة جدا 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 أن الرئيس السيسي مبارح يعني من وجهة نظري استطاع أن يخاطب الشارع الإسرائيلي بشكل مباشر فيما تحدث عن إذا كانت إسرائيل تود نقل الفلسطينيين إلى مكان آخر حتى تنتهي من العمليات العسكرية المروعة في قطاع غزة فأمامها صحراء النقب الإسرائيلين يفهموا الخطاب ده جيد جدا بمعنى الخطاب اللي ممكن يوجه ليه كإنسان عربي يختلف تماما عن الخطاب الذي ممكن أن يوجه للمجتمع الإسرائيلي وأعتقد أن الرئيس السيسي بإدراكه لما يمكن أن يؤثر في العقل الإسرائيلية اختار هذا الاتجاه بحيث أنه يخاطب المجتمع الإسرائيلي بشكل مباشر وهذا وجد صدى بمعنى أنت حطيته قدام فرضية منطقية إذا أنت مصمم على نقل السكان وده جريمة حرب الرئيس السيسي عبر عن ده فيما سابق أن نقل السكان تحت الاحتلال أو نقل السكان تحت الاحتلال ده جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي فإذا كنت أنت مصمم على هذه المسألة لا تدخل مصر طرفا في هذه المعادلة لا يمكن أن تسدد فطورة الاحتلال الإسرائيلي من جيب مصر أو من الأراضي المصرية أيضا فيها خمس قرى يمكن أو عفوا فيها مئة وستين قرية وفيها عشر مدن وبيقتنها طبعا الفلسطينيين ولكن هي فيها تعداد سكاني قليل ده بيؤكد على أنه لا مساس بالسيادة المصرية ولا تهاون في الأراضي المصرية إحنا لما بنيجي نطرح الحلول بنحاول نطرح حلول للأشقاء وفي نفس الوقت بنحافظ على الأمن القومي المصري مصر دولة قوية جدا ومصر دولة كبيرة جدا والإسرائيليين يعرفون قدر مصر جيدا وعشان كده مصر إذا تحركت فحركة مصر مؤثرة للغاية أنا أكاد أقولك أن خطاب الرئيس السيسي سيكون نقطة تحول بالنسبة للتوجهات الإسرائيلية كذلك حركة الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية استطاعت في الأيام الأخيرة من الجام الشهوة الإسرائيلية للتوسع والقتال تصريحات الرئيس أفسادت مخاطط التهجير القصر أعتقد سنجني سمر التصريحات الإيجابية للسيد الرئيس في الأيام المقبلة بشكل كبير جدا 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 وكمان هتلاقي معبر رفح زي ما احنا عارفين دلوقتي تمهد الأمور لإدخال المساعدات الإنسانية الحقيقة كمان أنا أثني على فكرة مخاطبة الشارع الإسرائيلي مباشرة لماذا؟ المجتمع الإسرائيلي على رغم من كده في حالة انقسام دلوقتي يعني أنا لما بص على الصحفة الإسرائيلية قبل ما أدخل انقسام على إيه عندهم الأسرة عندهم مشكلة عايزين استعادة الأسرة الأسير الإسرائيلي بالنسبة للمجتمع له قيمة كبيرة جدا فما بالك بحوالي 200 أسير إسرائيل دفعت ألاف الأسرة الفلسطينيين مقابل صفقة الإفراج عن جندي واحد جرعات شليت التي تمت برعاية مصرية فبالتالي وروفات الجندي كمان عندهم وروفات الجندي نهاقيمة فبالتالي هم حتى لو كانوا بيتكلموا عن عملية برية فهو الشرع الإسرائيلي كمية المقالات في الصحف الإسرائيلية التي تطالب بالإفراج عن الأسرة المظاهرات في الشرع التي تتهم نتانياهو بالفشل الأمني وبالتضحية بحياة الأسرة أعتقد أن ملف الأسرة سيكون له دور أيضا في المرحلة المقبلة طيب أحدك بتتكلم عن الأسرة وملف الأسرة دي نقطة مهمة جدا كنا في البداية شايفين أنه مش هكون فيه رد فعل إسرائيلي قوي على ما فعلته المقاومة نظرا لوجود الأسرة وكاد هتبقى ورق الضغط لكن سمعنا بعد كده عن بروتوكول هنبالي اللي كان تم تفعيله وتم إيقافه في إسرائيل في 2008 اعتراضا من الجنود لأنه كان بيتكلم عن أنه لا اهتمام بحياة الأسرة أو المجندين في مقابل استعادة الهيبة كما ذكروا يعني استعادت الهيبة الإسرائيلية ومكانتها مرة أخرى في المنطقة هل حدك شايف أنه خلال الفترة اللي فاتت تم بالفعل تفعيل هذا البروتوكول في ظل ما قالت عنه المقاومة بأنه خلال الفترة اللي فاتت كل يوم بنشوف تصريحات من المقاومة بتقول أنه فيه عدد كبير من الأسرة بيموت نتيجة القصف الإسرائيلي شوف ما يصدر في الإعلام من أن إسرائيل لا تهتم أو لا تكترس لحياة الأسرة في مقابل استعادة هيبتها هذا كلام للإعلام الدولي لكن على المستوى المحلي ما نقرأه أن الإسرائيل العائلات الأسرة تضغط بشكل كبير جدا استعادت أسرها قبل إجراء أي عملية عسكرية برية أن عندهم مخاوف شديدة جدا من أن القصف يطال الأسرة الإسرائيليين عندهم ضغوط على الحكومة الإسرائيلية وعلى المجتمع الغربي لاستعادة الأسرة المطلب الرئيسي لدى المظاهرات التي أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي الآن استعادت الأسرة أولا قبل الانتقام الحقيقة في الأيام الأولى كان في رغبة شديدة جدا جدا في الانتقام بسبب تصدير أن ما حدث في غلاف غزة كان على درجة كبيرة من الفضاعة ومن الأهوال لكن مع مرور الأيام ومع اكتشاف حجم الخسائل واكتشاف حجم الأسرة أصبح فكرة قيمة حياة الأسرة أكيد مقدمة الآن على قيمة حياة الآخرين وبالتالي هو عايز يطلع الأسرة الإسرائيليين بقدر الإمكان أما فكرة خطة عنيبال ففي التاريخ اليهودي على مداره فكرة التضحية بالنفس والاستشهاد والتضحية بالنفس من أجل الآخرين هي فكرة ليست متكردسة أو متجذرة في الوعي اليهودي بالشكل الذي يصدره الجيش الإسرائيلي في داعيته الإعلام الإسرائيلي تعامل مع ما ارتكبوه من كوارث إزاي يعني كيف كان خطاب الإعلام الإسرائيلي للشارع الإسرائيلي وكيف كان خطاب الإعلام الإسرائيلي للعالمات الخطاب خطاب بكائي بمعنى تصدير حالة مظلومية شديدة جدا 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 التركيز على حالات النساء التي وقعت في الأسر والمواقف التي حدثت بينهم وبين المقاومين والضغوط التي حدثت عليهم أنت تقدر تفتح لزعال إسرائيلية تسمع طول الوقت مشاهد إنسانية طبعا وده بيبقى مصاغ بدقة جزء من هندسة الوعي الإسرائيلي لشحن المجتمع وتجهيزه لحالة الحرب فبيقدم لك امرأة إسرائيلية تبكي عما حدث لها من حبسها في الغرفة المحصنة بالساعات وفترات طويلة وعدم استطاعتها الخروج والاتمؤنان على أطفالها وما شبه من هذه الحكايات والتكريس حالة المظلومة بس لسه عندها أطفال وعيشين هو الحقيقة لسه عندها أطفال غير الأطفال التي ضربت وياه في مستشفى ولديها في كل منزل مماد أو غرفة محصنة ضد القنابل فتستطيع أن تختبئ فيها بخلاف الفلسطينيين الذين تسقط عليهم القنابل قل أمطار ده لو كانوا في بيتهم لكن لو هما في مستشفى موضوع المستشفى ده برضو موضوع يعني يحتاج من القاء نظر بداية يعني أنا كنت قاعد بسمع الإزاعة الإسرائيلية بشكل طبيعي فعرفت خبر أن الجيش الإسرائيلي قصف المستشفى وبعدين بصيت على التلفزيون الإسرائيلي فلاقيت مزيع شؤون العربية أهاد خامو بيقول أن الجيش الإسرائيلي قصف المستشفى بعد ساعة من الزمن بدأ الكلام حوالين أن الفصائل ألقت ساروخ بالخطأ على المستشفى وبدأ الإعلام الإسرائيلي والإعلام الدولي يتكلم على اتهام الفلسطينيين بأنهم أطلقوا الساروخ على المستشفى وبدأ المزيع الإسرائيلي اللي أنا ذكرت اسمه من دقائق يتعرض لحملة كبيرة على شبكة التواصل الاجتماعي باعتباره يسيء لإسرائيل وباعتباره تسرع في نشر خبر القاء الجيش الإسرائيلي للساروخ على المستشفى وبالتالي دمر سورة إسرائيل في الخارج وألصق بإسرائيل التهمة اللي بتحاول تتبرق منها كما فعلت من قبل في مقتل شرين أبو عقلة وأصبح المزيع الإسرائيلي ده في مرمى الهجوم الإسرائيلي فأصدر بيان يتنكر أو ينفي أنه قال مثل هذا الكلام وقال أنه لم أقل أبدا أن الجيش الإسرائيلي ألقى صاروخ على المستشفى بعد كده الإسرائيلي أنفسهم جابوا له فيديو بيقول فيه أنه ألقى هو من قصف مستشفى المعمداني في غزة ده يقولك إيه لا في حالة توجيه للإعلام في إسرائيل في حالة إجرام شديدة للغاية وحالة كمان يعني حالة من الضغط من الرقابة العسكرية لعدم نشر الإجرام الإسرائيلي طيب هل قوات الاحتلال قادرة على الاجتياح البري لغزة؟ والله يعني بداية نتانياو هدت بالاجتياح البري وإسرائيل عملت عملية تعبئة شملة 360 ألف جندي التعبئة دي بدأت من يوم لحد 8 أكتوبر ودينا النهاردة يعني قاربنا أكتر من 10 أيام وما فيش تحرك أنا بتصور أن مجلس الوزراء الإسرائيلي بدأ يبقى فيه أصوات تعترض على فكرة الاجتياح البري لسببين؟ سبب حضرتك ذكرته في كلامك الأسرة ما مصير الأسرة الإسرائيليين هل في الاجتياح البري تقوم المقاومة بأعدام الأسرة أو يموت الأسرة بنيران الجنود الإسرائيليين أثناء عمليات مدهمة؟ ده جانب السبب الثاني أن حرب المدن مسألة شقة جدا 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 على الجيوش فحرب المدن هي مكبرة للجيوش دعني أو أقول لك يعني أن الإزارة الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية بتتكلم عن تسويد غزة بالأرض لتمهيد الدخول البري بمعنى ما يبقاش فيه بيت موجود قائم بذاته يكون مصيادة للإسرائيليين أو مكان يطلق عليهم النار حقيقة هم بيعملوا ده بقصف شديد الوطأ الهدف منه زي ما بيقولوا بالعبرة تسويد غزة بالأرض تماما بحيث أنها تبقى أرض يعني منبسطة يقدر الجيش الإسرائيلي يتحرك فيها شايف أن الهدف ده يعني صعب التحقق بشكل كبير على الأرض ثانيا الجيش الإسرائيلي تجاربه في حروب المدن تجارب مريرة للغاية بمعنى إذا رجعنا بس بمناسبة أننا في شهر أكتوبر شهر الانتصارات لصمود السويس أمام الجيش الإسرائيلي يوم 24 أكتوبر وأن الجيش الإسرائيلي وصف هذه المعركة بمعركة تانينجراد وأنهم قتل منهم أكتر من 300 شخص وقتل وأسر أكتر من 300 جندي إسرائيلي وأنا الحقيقة يعني بشوف وصائقيات بالعبري تتناول معركة السويس وبلاء الجنود الوصائق المعمولة السنة بيبكوا بيبكوا وهم بيحكوا عن اللي حصل فبالتالي دخول الجنود الإسرائيليين إلى غزة بهجوم باري هذه مسألة بالنسبة لي ستكون تكلفتها على إسرائيل أكبر مما دفعت إسرائيل حتى الآن بالرغم من تصريحات الإسرائيلية المتدولة بالأمس من أنه ابتدى يحصل تغيير في الخطة وسنتحول من الدفاع إلى الهجوم ده كانت تصريحات إسرائيلية شفنا يمبرح كان فيه كمان تصريح لباراك إيهود باراك كان بيقول إذا لجأنا للهجوم البري سنستطيع سيطرة على قطاع غزة في غدون من 5 ل 6 أسابيع بعيدا عن التصريحات العنطرية لإيهود باراك ونتانياهو بس خلينا أقولك معلش محتاج يعني المسألة تتشاف من زاوية عسكرية واجتماعية الجيش الإسرائيلي قوامه 30% قوات يعني نظامية و70% قوات احتياط قوات الاحتياط دي بتعمل يعني تجنيد في الجيش الإسرائيلي من سن 18 سنة لسن 45 سنة هو عشان يعمل تعبئة عامة بيجيب قوات الاحتياط دي من الشباب الموجودين في المصانع والمدارس والمستشفيات وإقطاع التكنولوجيا وكذا فبيحصل شلل للاقتصاد الإسرائيلي وتجنيد الدولة بالكامل لصالح المجهود الحربي طيب الجيش الإسرائيلي عانى في الشهور الماضية من حالات رفض الخدمة العسكرية نظرا لأن الجنود دول هم بالأساس الجنود هم جزء من المجتمع والمجتمع هو جيش في نفس الوقت فالجنود دول كانوا بيرفضوا الخدمة العسكرية نظرا لأن حكومة نتانياها حكومة دينية تواردت إسرائيل في معارك ذات اليمين وذات اليسار دون طائل ودون جدوى بالتالي أنت النهاردة بتستدعي هؤلاء الجنود اللي عندهم اعتراض على رئيس الوزراء وعلى قدرته وعلى إدارة دفة البلاد وعلى قراراته وعلى اختياراته وهل الحرب بداية كانت حرب مبررة أو غير مبررة وهل الهجوم يوم 7 أكتوبر كان هجوم غض نتانياهو عنه الطرف أم لا وهل كان هناك مؤامرة زي ما قال جنود وزباط زي ما ذكرنا في بداية الحوار أو لا وبعدين توديهم غزة اللي هي بالنسبة لهم يعني مكبرة شديدة ودفعوا فيها أثمان باهظة على مدار السنين فبالتالي أنا أتصور أن يعني الهجوم الباردي مع بداية نشر أعداد قتلى إسرائيليين سنجد انقصام حاد في المجتمع الإسرائيلي طيب دكتور محمد من وقع خبرة حضرتك هل شايف الأمور أخذها في التصعيد خلال الفترة اللي جاية ولا ممكن نعتبر أنه الاتفاق على إدخال المساعدات اللي حصل ما بين رئيس بايدن ورئيس عبدالفتاح السيسي بادرة أمل لتهدئة مبدأيا نحن في موقف صمود يعني مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيدة الرئيس بإدخال المساعدات إلى غزة والضغط الشديد لإنجاح فكرة نقل المساعدات إلى غزة بالتأكيد بالتأكيد هي مبادرة ويعني تترك لأهل غزة فرصة لالتقاط الأنفاس الجانب الثاني الحقيقة أن على الناحة التانية نتنياهو كمان أكيد الرسالة وصلت له بشكل واضح جدا جدا أن لا مساس بالحدود المصرية فبالتالي تبدأ بس يعني العقلية الإسرائيلية تستوعب أن فكرة أن أنت تلقي بتبعات الاحتلال والتوسع على حساب الدول العربية المحيطة سواء مصر أو الأردن أو غيرها هذه فكرة غير مقبولة بالمرة فبالتالي أفتكر أن الخطط الإسرائيلية ستتعقل في الأيام المقبلة أما الدخول الباري الدخول الباري هو في جزء منه رغبة في حظ ماء وجه إسرائيل ما حدث لم يحدث منذ أكتوبر تاريخ إسرائيل يعني ما حدث من عمليات مروعة وهزيمة وقتل على مسمع ومرأة من العالم كله ظل الجيش الإسرائيلي مع الفارق كمان أن دي حماس مجرد جماعات مسلحة يعني مش حتى جيش نظامي فأكيد أكيد هو عارف قيمة الجيش والمصري وقوات المسلحة المصرية وإذا ما كانش عارف بس يرجع بالزمن لأكتوبر 73 يعني إتمار بن غفير الوزير الأمن القومي الإسرائيلي كان له تصريح إمبارح طالما لم تطلق حماس صراح الرهائن الإسرائيلي لديها فإن الشيء الوحيد الذي يحتاج دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو وليس أقل القليل من المساعدات الإنسانية إتمار بن جفير رئيس حزب عطمية يهودية أو القوة اليهودية شخص شديد التطرف حذرنا منه مئات المرات والحقيقة أشارنا منذ بداية صعوده السياسي أنه سيكون يشعل شرارة الحرض في المنطقة والحقيقة دي ما كانش تحذيرات تهويلية لكن قدنا شايفين المشهد لكن هو كمان يتمتع بغباء سياسي غير محدود يعني في وضع بالشكل ده يعني التصريح بالشكل ده يعني إذا بس الإعلام الدولي يلتفت إلى الإجرام الإسرائيلي وإن وزير مسؤول في الحكومة الإسرائيلية يطلب دفع مئات الأطنان من المتفجرات على رؤوس أهل غزة العزل فأعتقد أن التصريحات محتاجة تترجم إلى الإنجليزية وإلى كل اللغات وتنشر على أعلى مستوى وبسطين جدا موجود حضرتك معنا وشكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات وبنشوف كمان ونتابع شغلك على السوشيال ميديا وبنشوف تفاعل الناس معاه وده مهم جدا لأنه بيحقق حالة من الوعي نرجع مرة تانية نفتكر القضية ونعرف أبعاد هذه القضية وده شيء مهم جدا شكرا جزيلا دكتور محمد عبد أستاذ الدراسيات الإسرائيلية بجامعة عين شمس ألف شكر لي كفا شكرا جزيلا